اشتركوا في القناة تجمعهم وجلساتهم في القطاع الى هذه النقطة شرقي مدينة غزة وباستطاعتنا الان ان نراهم بهذا العدد وفي منطقة الخيام التي كتبت عليها اسماء مدنهم التي هجروا منها من فلسطين اذا هذه هي الصورة معنا مشاهدين الكرام ولكن سنلتقي الان ببعض المواطنين ولكن قبل ذلك سنتحدث حول الاحصائية التي اصدرتها وزارة الصحة لاعداد الشهداء والاصابات في هذه الساعة الان في يوم جمعة الشهداء والاسرة تحدثت وزارة الصحة عن استشهاد شهدين منذ الصباح واصابت اكثر من 120 مواطنا بجراح مختلفة منها الرصاص الحي ومنها اصابات باستنشاق الغاز الان سنتحدث مع هذه الفتاة التي هي معنا الان اهلا حبيبتي شو اسمك؟ سارة الشريف سارة سارة متى موجودة يا سارة في المكان؟ يعني تقريبا لنا نص ساعة اش الرسالة اللي بديك توصلها بوجودك هنا يا سارة؟ انا بدي اوصل انه احنا يعني كشعب فلسطيني ما بيهمنا الوضع بغزة مياه كهرباء احنا جايبنا نرجع لبلادنا سواء مواطنين او مهاجرين احنا بنرجع لابنا بنرجع لاراضينا احنا المحتل ما بدنا اياه يضل انه يقصف فينا واحنا يعني مظلمين ما بنقدر نسقط على هذا الحق سارة من وين انتي؟ من حمامة بتعرفي عن حمامة منيح يعني قريتك؟ نعم لا ما بتعرفي؟ لا يعني مش كتير بس انا يعني ما بركز ان ارجع حمامك بدء انا بركز انه فلسطين بشكل عام وكمان عن قريتك هائل كبار في السن في العيلة ما بيحكوا لك عنها ولا هما؟ لا 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 ما بيحكوا عنها هما مش مهتمين بشكل كبير يعني بيحكوا انه اللي بييجي هنا مش كل الوضع السلمي وهيك لكن انا كطفلة من العيلة ضد هذا الاشي انه ضد الواحد يقعد مكان لازم واحد يطلع لازم يعني يوصر رسالته لكل العالم رح تظل نكتيجي لحد نهاية ايام مسيرة العودة يا سارة اكيد طبعا رح نظل مستمرين في الجاية لانه احنا مهتمين كتير كتير انه نوصل هاي الرسالة ما بدنا نواقفها ولا بنيجي كتنزه او ايش اللي احنا جايين عشان هدفنا وعشان حقنا شكرا جزيلا اليك يا سارة سارة الشريف من قرية حمامة التي هجرت منها من فلسطين عام 48 الان هذه العائلة كانت تتواجد في المكان سنلتقي بهم هو ابن الشهيد عبدالعزيز الرنتيسي واحفاده معنا الان اهلا بك معنا عرفنا بداية عليك اخوكم في الله محمد عبدالعزيز الرنتيسي اهلا بك معنا انت واطفالك انت موجود اطفال اخوي معاي اكيد عائلتنا وعائلت اخوي والوالدة كمان موجودة تحت انكم موجودين كعائلة ايش الرسالة والفكرة اللي بدكم تواصلوها اه رسالتنا حالنا كحال ابناء الشعب الفلسطيني لنا حقوق ولنا ارض مغتصبة احنا مهجرين من يبنى لنا حقوق نطالب فيها في العودة الى ارضنا الى يبنى وتحرير كامل التراب الفلسطيني وهذا ما تنتمنى ان شاء الله طيب فيما يتعلق بالاطفال هم معاك اليوم اي فكرة بتحاول تواصلها لهم لتزرعوا فيهم فكرة العودة وتمسك باراضيهم المهجرين منها احنا اكيد اطفالنا يمكن ما عاشوش فترات الانتفاضة الاولى وفترة الانتفاضة التانية فهذه فرصة ان نعرفهم في قضيتنا الفلسطينية وفي احتكاكنا مع العدو الصهيوني وفي قضيتنا اولادي وولاد اخوي اللهم تلتة سبيع بيطلعوا معنا صارت شبه زيارة اسبوعية هم بطالبون ان كل اسبوع يطلعوا بطلوا يتأثروا بالغاز جاهزيتهم عالي يمكن لو كان اولاد اخوي التانيين معاهم مجاهزين البصل وعدتهم فهان احنا معنيين نعرفهم بقضيتهم الفلسطينية بعدوهم كيف بفرقش بين صغير وكبير كيف بيأزي عدوهم مهمة هذه القضية حتى لما يكبروا اذا ما كان على ايدينا التحرير يكون على ايديهم ان شاء الله محمد هاي الفكرة اللي ورثك ياها الوالد المرحوم الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي كواحد من قادة الشعب الفلسطيني باعتقادك لو كان اليوم معنا شو كان بوسعه انه يعمل او يقول لو كان الوالد معنا اكيد طبعا كان حيستبشر بهذه الفكرة والدي دائما كان يعني من السباقين في الانتفاضة الاولى كان على مقدمتهم كان فيه اعتقالات والسباقين كانت على مقدمة تتحمل زي ما تقولي تبعات الانتفاضة الثانية لو كان الان لكان رأيناه في المقدمة يدفع الشعب لتحرير ارضه ولتنفيذ هذه المناشط حتى العودة الى كامل التراب الفلسطيني محمد هليني اتكلم مع احدا من الاطفال الموجودين هليني اتكلم مع هذه الدفلات هاي هذه بنتي بنا شو اسمك بنان محمد عبدالعزيز الرنتيسي ما شو عليك يا بنا كيف عمرك يا بنا 12 سنة بنان انتي عارفة ليش بتيجي انتي وبابا هنا كل اسبوع اه عشان نحرر اراضينا ونرجع لهم الوين بدك ترجع يا بنا يا بنا اسم المكان اللي انتم هازرين منه اه تعرف اشي عني ابنا يا بنا اه هي يعني رمز قبطنا و اشيزا هيك طب انتي يا بنا شايف انه هم اليوم محتلين اراضينا وبالقوة لكن هل رغم هيك بنقدر نرجع يوم اليوم في مجال نرجع اه في مجال نرجع انه يعني انه نحرر اراضينا و يعني ما نكونش خايفين من اليهود كيف ممكن نرجع يعني انه يعني ما نكونش خايفين من اليهود ونرجع لهم واخر ممكن نزهق و احنا بنستنى لا بنتهيش احنا عشان اراضينا طبعا بنرجع لها و الحق لا من خافش من الرصاص بالمرة شكرا لك يا بنان و اشكرك و اشكر الاخ محمد عبدالعزيز الرنتيسي على هذه المشاركة و احنا بنشكركم بنشكر الجزيرة على وقفتها و الاعلام عامة هذه الوقفة يعني ضرورية و مؤثرة يعني وإلها دورها في تفعيل القضية الفلسطينية سواء على المستوى المحلي او العالمي و احنا بنك بده يتكلم عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الرنتيسي محمد خلينا عبود تعال نحكي معك انت ورست من سيده اسمه و ايش كمان ورست منه الامان وعقيدته و جميع سفاته عبود انت لش جاي مع بابا هنا و بتيجي كل اسبوع لنضرد الاحتلال الاسرائيلي من اراضينا الذي اخذت عام 48 مهمتك تطردهم من قريتك يبنى ممكن ان شاء الله بالايمان و بقوة السلاح والايمان ان شاء الله متى بتتوقع بعيد ولا قريب ان شاء الله قريب شكرا لك يا عبدالعزيز و اشكرك محمد عبدالعزيز الرنتيسي انت و العائلة على مشاركتكم معنا اذا مشاهدين الكرام هذه بعض من كلمات المشاركين في هذه المسيرة التي ما زالت مستمرة و هذه الخيام التي ما زالت هنا و ما زالت مكتوبة عليها اسماء القرى و المدن المهجرة منها الان اذا مشاهدين الكرام نواصل جولتنا هذه و هذه الصورة التي نحن معكم فيها الان من منطقة ملكة على الحدود الشرقية لمدينة غزة حيث يعتصم الان المواطنون هنا و ايضا لنا لقاء مع احدهم ايضا يعطيك العافية شو اسمك؟ الله يعافيك جاسم العشي من اي ساعة موجود؟ انا موجود من الساعة ثلاثة ونص المرة الكام تيجي هنا على الحدود الشرقية؟ المرة التانية في وجداني كشخصي لكن وجداني في عقلي تفكيري موجود كل جمعة كل دقيقة كل يوم موجود انا هنا انا اصل من مدينة غزة من قضاء غزة قريب من اللي هو بئر السبع بعد سبعين سنة على طرد الفلسطينيين من اراضيهم هل مازال في حق عودة؟ اكيد اكيد هما اليهود اخترعوا فكرة او اكذوبة انه الاجداد يموتون والاصغار ينسون لكن احنا بنفند هذه الكلمة او هذه المقولة احنا بنقول احنا جهزين احنا مش هننسى احنا مكملين على طريق الاجداد احنا يعني ان شاء الله بنكون خير خلف ان شاء الله لخير سلف احنا رجعين احنا رجعين احنا رجعين ان شاء الله اكيد مؤمن واعتقادي على الارض هذا الشيء عمليا ممكن يكون صعب صح؟ صح بس احنا يعني في هذه المسيرات بنأكد يعني ما قولت الكف بتلاطم المخرز الكف بتلاطم المخرز اه انا لما ااجي بصدر العاري اه بواجه رصاصة الاحتلال بواجه جنابل الغاز بواجه الجب انا مؤمن في هذه الشغلة اه مؤمن في هذه وعائدين عائدين عائدين ان شاء الله اشكرك جزيلا قاسم العشي على مشاركتك معنا واذا هي لغة اهل الحق الذين يقولون بانهم بحقهم اقوى من قوة السلاح الذي تستخدمه ضدهم اسرائيل بشكل بعيد تماما كما يقولون عن كل القوانين والمواثيق الدولية اذ تقوم باطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع كما نرى وإياكم تجاه المعتصمين السلميين الذين يتواجدون على الحدود الشرقية لمدينة غزة اذا مشاهدنا الكرام نحن الآن في هذا المكان نستطيع ان نرى تواجد اهالي مدينة غزة في هذه النقطة والتي هي واحدة من نقاط خمس يتواجد فيها المعتصمون منذ الايام الاولى للاعتصام السلمي مسيرة العودة التي ما زالت مستمرة حتى اليوم وفي كل مرة وفي كل جمعة تطور وسائلها اكثر فاكثر وهذه الجمعة كانت واحدة من الوسائل التي رأيناها بكثافة هذه الطائرات الورقية التي تحلق في سماء الآن الحدود الشرقية وهذه الطائرات بعضها تتجه الى فلسطين المحتلة وكأنهم يريدون ان يقولوا بانهم ان لم يستطيعوا ان يصلوا الى بلادهم المحتلة والى مدنهم وقراهم التي طال شوقهم اليها فلا اقل من ان تصل اليها امنياتهم ولا اقل من ان تصل اليها طائراتهم الورقية التي تحمل هذه الامنيات امنيات العودة الى الديار بعد اعوام عديدة من التغرب والتشتت عنها في بقاع الارض الفلسطيني الذي اليوم هو في كل دول العالم غريبا طريدا شريدا يقول بانه اليوم يأمل وما زال يتمسك على الاقل بحقه في العودة اشكركم مشاهدين الكرام وسنبقى نحن وياكم على متابعة اخبارية حتى نهاية هذا اليوم هذه الجمعة الرابعة من مسيرات العودة جمعة الشهداء والاسراء